أهلا بكم في الفيديو ده calculus لسكندري سري وإجزامبلز عن ديفينت انتجرال إجزامبل انتجرال فروم 1 تو 4 أوف اكس مينس 1 أوفر سكوار روت اف اكس مينس 1 باي دي اكس هنا تقدر تلاحظ التشابه بين النيومريتر والديناميناتر في النيومريتر أنا عندي اكس مينس 1 ودعون عندي سكوار روت اف اكس مينس 1 لو اعتبرت ان ال اكس هي سكوار روت اف اكس سكوارد على اساس ان الديناميناتر فيه سكوار روت اكس في الحالة دي النيومريتر هيبقى ديفرنس اف تو سكوارز وده يخليني بسهولة اتخلص من الديناميناتر فاكتوريزيشن للنيومريتر على انه ديفرنس اف تو سكوارز هيبقى سكوار روت اكس مينس 1 طايم سكوار روت اكس بلاس 1 سكوار روت اكس مينس 1 هتتكانسل up and down والإكسپريشن هيديني ببساطة سكوار روت اكس بلاس 1 وده من التكنيكس المهمة قوي في استخدام ديفرنس اف تو سكوارز فبالديفرنس اف تو سكوارز انا قدرت اتخلص من الفراكشن وحاولتها الانتجريشن بسيطة بيت انتجريل from 1 to 4 of سكوار روت اكس بلاس 1 باي دي اكس سكوار روت اكس يعني اكس باور 1 over 2 انتجريل اف اكس باور 1 over 2 هيبقى اكس باور 3 over 2 over 3 over 2 يعني طانس 2 over 3 وانتجريل اف 1 is x وانتجريشن from 1 to 4 سبستيوشن بالأبر لامت of the definite integral يعني سبستيوشن باكس اكس اكول 4 في الاتجريشن زيادة تديني 28 over 3 minus سبستيوشن باللور لامت of the definite integral في الاتجريشن فالكلام ده هيديني اكس اكول 1 هيبقى 5 over 3 هيبقى 28 over 3 minus 5 over 3 وفاينلي الانتجريل equals 23 over 3 اكزامبل إنتجريل from negative 1 to 1 لأكس بلاس 8 over كيوبك روت of x plus 2 باي دي اكس لاحظ الديلوميناتور كيوبك روت of x كيوبك روت of x power 3 is x و2 power 3 is 8 نفس تكنيك الإجزامبل اللي فات بس دها يبقى sum of 2 كيوبس افتكر sum of 2 كيوبس a power 3 plus b power 3 قدر عملا فكتوريزاشن لكيوبك روت of the first plus كيوبك روت of the second يعني طبقى a plus b الكلام ده times bracket كبير هبقى في square of the first و square of the second يعني a squared plus b squared والميدل ترم هو first time second وعكس سين d يعني هيبقى negative a b الـ x يعني كيوبك روت of x power 3 النيميراتور هيبقى كيوبك روت of x power 3 plus 8 اكتوريزاشن لسم of 2 كيوبس فياخد الكيوبك روت of الكلام ده فهتروح الـ power 3 فهتبقى كيوبك روت of x plus كيوبك روت of 8 اللي هي 2 البركت التاني هيبقى square of the first is cubic root of x squared و square of the second يعني هيبقى plus 4 والميدل ترم هيبقى first time seconds بعكس السين d يعني هيبقى negative 2 كيوبك روت of x النيميراتور ببساطة هاقدر أكانسل كيوبك روت of x plus 2 up and down كذا تخلصت من الفراكشن وبيت انتجرال وسيطة كيوبك روت of x squared يعني تبقى x power 2 over 3 وانتجرال of x power 2 over 3 is x power 5 over 3 over 5 over 3 يعني times 3 over 5 تبقى x power 1 over 3 وانتجرال of x power 1 over 3 هيبقى x power 4 over 3 over 4 over 3 وعندي هنا 2 فهتبقى times negative 4 over 3 times 2 يعني تبقى negative 3 over 2 انتجرال of 4 is 4x كلام ده من negative 1 لـ 1 substitution في الـ expression دي بالـ upper limit يعني اتx equal 1 حيديني 31 over 10 substitution بx equal negative 1 اللي هو الـ lower limit في الـ expression دي هاي تزيني negative 61 over 10 finally integral equal 31 over 10 minus negative 61 over 10 يعني هيبقى 46 over 5 example integral from 0 to 3 of x square root of x plus 1 by dx هنا فيه تكنيك مشهور قوي سواء كانت square root of x plus 1 في numerator أو في الـ denominator يعني احاول الـ x دي الـ bracket بالزبط زي اللي قول square root يعني احاول الـ x لـ x plus 1 minus 1 multiplication فهيبقى x plus 1 power 1 over 2 times x plus 1 هتبقى x plus 1 power 1 over 2 plus 1 يعني هتبقى power 3 over 2 و- x plus 1 power 1 over 2 الكلام ده بيدي x from 0 to 3 integral of x plus 1 power 3 over 2 هتبقى x plus 1 power 3 over 2 plus 1 يعني هتبقى power 5 over 2 over 5 over 2 يعني times 2 over 5 minus integral of x plus 1 power 1 over 2 يعني هتبقى x plus 1 power 3 over 2 over 3 over 2 يعني times 2 over 3 تلام ده من 0 ل3 حبدأ بالعبر limit substitution substitution d x equals 3 فهتبقى 112 over 15 و- substitution with lower limit at x equal 0 هيتديني negative 4 over 15 و-integral هيتديني 116 over 15 condition مهمة قوي عشان أقدر أجيب definite integral في closed interval من a لب لازم الفونكشن تكون continuous لو كان الفونكشن عندها point of discontinuity في closed interval a و-b يبقى الفونكشن is not integrable وماقدرش أجيب definite integral في الانترفال ده point مهمة تانية لو كانت الفونكشن continuous في closed interval a لb وعندي point c belongs للانترفال ده هقدر أقسم definite integral لtwo integrals يعني integral from a to b لfx by dx equals integral from a to c لfx plus integral from c to b لfx example integral from negative 3 to 1 square root of x squared plus 4x plus 4 by dx الانتخاب ده مشهور قوي الابسلوت value of a polynomial ده continuous function فشرت continuity في given interval متحقة في الفونكشن دي جوه square root عندي second degree trinomial trinomial يعني polynomial عندها three terms لو عندك trinomial جوه square root أول الاحتمال أنها تكون perfect square square root of x squared is x square root of 4 is 2 والmiddle term هو x times 2 times 2 يعني 4x يعني expression دي نقدر نعمل فكتوريزيشن من perfect square binomial يعني square root of x plus 2 squared square root of x plus 2 squared square root ستتكانسل مع square power وهتب x plus 2 لكن خلي بالك لو أخذ square root لأي amount ده لازم نكون positive amount لأن square root بتخرجش غير positive amount عشان كده هناخد absolute value of x plus 2 عشان نجيب الانتجرة للabsolute value وحعمل لها renaming absolute value معناها للاكسبريشن دي مرة هتكون negative ومرة هتكون positive هيبقى amount اللي جوه absolute value مرة less than 0 مرة greater than or equal 0 وبتجه بx less than negative 2 وx greater than or equal negative 2 الانتجرة اللي جوه absolute value لما بتكون negative يعني هيبقى negative x minus 2 الحالة دي هتكون x less than negative 2 والأمون ده هيكون positive لما x تكون greater than or equal negative 2 يعني هيبقى زي ما هو x plus 2 زارت الpoint x equal negative 2 اللي بلونغز للانتجرة من negative 3 1 فبالتاني انا هقسم الانتجرة من negative 3 1 ل2 intervals من negative 3 negative 2 ومن negative 2 1 فهيبقى عندي 2 integral الجزء negative في function لما تكون x less than negative 2 يعني integral from negative 3 to negative 2 of negative x minus 2 ده الجزء التاني لما تكون x greater than negative 2 تبقى integral from negative 2 1 of x plus 2 my dx integral from negative 3 to negative 2 of negative x minus 2 هناخد الانتجرال هناخد الانتجرال للإكس دي integral of negative الانتجرال للكلام ده من negative 3 to negative 2 جزء التاني من الفunction اللي هو من negative 2 1 integral of x is half of x squared و integral of 2 is 2 x وهيخد الانتجرال دي من negative 2 1 هبدأ بالsubstitution في الـ expression دي بال upper limit minus lower limit تديني 1 over 2 وسبstitution في جزء التاني من الفunction هبدأ بالـ upper limit substitution by x equal 1 minus substitution بالlower limit وده يديني 9 over 2 وفينيلي الانتجرال equals 5 إجزامبل integral from negative 3 to 3 of absolute value of x squared minus 4 by dx أهم condition لدفينت integral أن الفunction تكون continuous في closed interval from a to b يدين اتحقق هنا في absolute value absolute value of a polynomial هي continuous function جوال absolute value عندي second degree function وده يديني 2 roots وهيكون لها طريقة مختلفة للrenaming عشان أعمل renaming absolute value of x squared minus 4 وده second degree polynomial خود x squared minus 4 equal 0 وأعمل factorization وده يديني 2 roots of the function حيكون x equal 2 وx negative 2 2 points يعني 2 roots of the function sketch ساعتني أعرف sign of the function في كل interval 2 roots هما negative 2 و2 ودول عندهم function equal 0 الجزء بين 2 roots ياخد عكس sine of x squared x squared positive interval between 2 roots negative أما 2 ends intervals هيكون عكس sine positive أنا كده عرفت 2 roots وعرف sine of the function في كل interval ساعتقدر أعمل naming أنا أريد integral من negative 3 إلى 3 يعني l'interval عندي من negative 3 إلى 3 interval هل تأسلم من 3 intervals من negative 3 إلى 2 ومن 2 إلى 2 ومن 2 إلى positive 3 عشان أعمل naming absolute value function عندي 3 intervals لما تكون x less than or equal negative 2 ولما تكون x less than negative 2 الجزء دائما positive فهي يأخذ x squared minus 4 positive زي ما هي فهي ستكون x squared minus 4 1 x is less than or equal negative 2 القزء بين 2 roots يعني between negative 2 and 2 open interval سيكون function negative x squared minus 4 by negative 1 ستكون negative x squared plus 4 والكلام دائما x between negative 2 and 2 آخر interval لما x greater than 2 وعندها function بتكون positive يعني x squared minus 4 positive زي ما هي يعني function x squared minus 4 when x is greater than 2 يعني integral من negative 3 ل3 تقسمت ل3 intervals من negative 3 ل negative 2 لما تكون function positive x squared minus 4 by dx and integral from negative 2 ل2 لما تكون function negative يعني negative x squared plus 4 وقز 3 من 2 ل3 والfunction فيها تكون positive يعني x squared minus 4 هاخد integration لكل جزء integral of x squared x power 3 over 3 و integral of 4 x الكلام من negative 2 ل3 الجزء التاني نفس الشيء بس times negative 1 فهي negative 1 over 3 x power 3 plus 4 x وكلام ده من negative 2 ل2 وفعي لجزء التالت من function وهي بقى هو الجزء الاول ويبقى positive يعني يبقى 1 over 3 x power 3 minus 4 x وكلام ده من 3 ل2 هنعمل substitution هنبدأ بالupper limit minus lower limit لكل interval اول interval بالsubstitution هيديني 7 over 3 ثاني interval هيديني 32 over 7 over 3 وفين الانتغرال equal the sum of the integral of the three intervals equals 46 over 3